اشتركوا في القناة فلأخرى منك كلمات وجمل أي الكلمات لمن حملت عاقة زاد للوهم منها ذاك الثقل لن ينكره أحد أو يجامل فإن للنساء رفعت القبعات فعلى جميل عاقتك تهدى القبل وجدناك عاملة عالمة وأما معلمة فكيف عليك سيدتي لدنيه عبد الرحمن المدني نادي المعاقل جماعية أبي القرق كما تعلمون الاحتفاء يكون جماعيا لا فرضية من طبيعة الحال الاحتفاء لا يمكن إلا أن يكون جماعيا واليوم احتفاءنا بالمرأة المغربية لا بد أن يشمل الاحتفاء أيضا بالنساء في وضعية إعاقة لكل يعلم أنهم يعاني من تمييز المزدوج كونهن نساء وكونهن في وضعية إعاقة وبلدنا هي مرتزمة دوليا من خلال المواتق الدولية اتفاقية الدولية لصدقة عليها على مكافحة تمييز في جميع أشكاله والغرض من هذا اللقاء المبارك ديالنا أولا هو فقرة علمية الإدكاء الوعي بحقوق النساء في وضعية إعاقة ثانيا هو الاحتفاء بالناجحات في رياضة الأعمال في الحياة الاجتماعية والثقافية للنساء في وضعية إعاقة حتى نتصدى الاتجاهات المجتمعية السلبية والاعتماد البديهي لمقاربة العجز تجاه الأشخاص معاقين والنساء في وضعية إعاقة بصفاء خاصة فاليوم نحتفي بالنساء في وضعية إعاقة كمواطنات أولا وآخرا أفتخر اليوم بمساهمتي ومشاركتي في هذه الندواء القيمة التي كانت دمها مركز إرشاد وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة تابع لجمعية أبير قرق بمناسبة الثمانية ماصر اللي هما اليوم العالمي لحقوق المرأة وجد مسرورة أيضا لأننا نحتفل بعدد من المناسبة ومن بينهم هذه المناسبة الغالية علينا لأننا من اللي كان نتكلمه على المرأة كان نتكلمه يعني على المرأة العموم ولكن اليوم منذ اليوم هي حول موضوع المرأة المغربية في وضعية إعاقة الواقع والتطلعات يعني هنا يوم كيبد بأنه الموضوع مهم خصوصا وأننا أعلن اهتمام لهذه الشريحة اللي هي مهمشة من طرف المجتمع ككل واللي هي رفل غالب يعني تستحق كل إشادة لأنها بدكاءها بكفاءة ديالها ملكا نعطوها الفرصة يعني تصل للمستويات إذن اليوم العالمي للمرأة هو يوم مهم جدا بالنسبة لنا وإحنا كنا نضموه هذا من اللواب واحد العدد ديال المتدخلين اللي كي لمسوا واحد العدد ديال الجوانب يعني ما حقق وما لم يحقق الاسم ديالي ساميح أشيف عندي 20 سنة وأنا عضو في جمعية أبيرقراق المعاقين بصراحة الحضور ديالي اليوم أنا فرحانة بزار واحتفالا بالمرأة وخصصا للمرأة في وضعية إعاقة هذه الندوة هذه تخصصات خصيصا لكي تكون واحدة للتفاتة لنساء في وضعية إعاقة أو للفتيات لذلك هذه الندوة الأساس ديالها أنها توصل الأصوات بزارة للنساء وبزارة الفتيات لهم ما زالين مهمتين ما زالين لا تعطى لهم اهتمام الذي يستحقوا وعيمة المجتمع يعني كنقولوا أن المرأة نسف المجتمع ولكن وجهة المرأة هذه تضم المرأة التي حاملة الإعاقة تجدونها كثيرا خصوصا في غرش ديالها العائلة والعائلة لهم يمنعونها أنها تكمل دراسة ديالها من الأساسيات هو الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة تجدون بزارة هذه المشاكل تجدون المشاكل في الزواج تجدون المشاكل في التحرش تجدون الاعتداءات غير لأنهم حاملين الإعاقة لذلك هذه الندوة هي رسالة لكي نحبسها للشيء ونحن ندعي الله أنه بصحي يحبس يعني لا يكون فقط حبر على ورق أو لا يكون غير خطابات أو لا يكون غير ندوات لها بدون نتيجة لماذا؟ هذا شيء مخصص فقط للناس يسمعون إذا هو احتفالا بالمرأة التي هي فضية أعاقة أو للفاتيس فهو مخصص لها هي يعني هذا الشيء يجب أن يكون حافظ و تشجير إذا لم تكن مبادرة من هذه النساء أو هذه الفاتيس ما عملنا سنقدرون نزيدو القدام دونك هذه هي الرسالة ديالي هما مخصص الفتيات والنساء يكونوا قويات لما وصلنا لذلك الشيء اللي بغينا ما كي اللي غادي يوصلنا ما نستسلموش دغية كان يشيل أحداث لي وما كي وصلونا كان نهازموه وكان حسنوه بضعف ولكن ما اللي نحسن أني بضعف نحط واحد الهدف قدام راسي شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً ديك